بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال مسلم بكم على قناة اشرف القاضي ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن شاشات 32 بوصة عروض كارفور لشاشات 32 بوصة هنبدأ ان شاء الله العهد دايما بنبدأ بالشاشات اللي هي المركات وبعد كده بنخش في الشاشات او هنبدأ بالعكس النهاردة هنبدأ من شاشات جاك لان دي تعتبر اقل سعر في العروض حاليا وهي في نفس الوقت شاشة كويسة جدا وشغالة زي الفل هنتكلم النهاردة عن شاشة جاك جماعة موديل اس 32 او 32 اس دي 32 بوصة سمارت تخيل ان شاشة 32 بوصة عادية وسمارت هنتكلم عن العادية ولا سمارت الشاشة اللي 32 بوصة العادية من جاك سعرها حاليا 2050 جنيه 2050 جنيه من 2600 تقريبا كده عاملة 2600 العادية وكمان عندنا السمارت ال 32 سعرها حاليا 2400 2400 شاشة سمارت 32 بوصة من جاك سعرها 2400 جنيه داخل العروض كان سعرها 3000 الا 50 على ما اظن تمام دي 32 بوصة العادية سعرها 2050 جنيه والسمارت سعرها 2400 جنيه شاشة جاك موديل 32 اس في منها نوعين والعادية طيب هنيجي بعد كده للموديل اللي بعدها هو موديل يونيون اير شاشة يا جماعة شاشة معرفة في السوق وشاشة صورتها ممتازة بصراحة الموديل هو يو ار اتنين واربعين يو ار اتنين واربعين من آآ شركة يونيون اير الشاشة ديت شاشة عاملة 200 جنيه بالزبط دي كان سعرها 30000 جنيه حاليا في العروض نازلة 20000 جنيه وسعر منافس جدا يعني انا شايف سعر الاثنين وتلاتين بوصها مشاء الله الفين وكده فالدنيا كويسة آآ بعد كان عندنا التورنيدو الموديل آآ اتنين وتمانين خمسين اي اتنين وتمانين خمسين اي ده موديل آآ شاشة تورنيدو العادية برضو هنخلي بقى ان غالبية شاشات الاثنين وتلاتين يا اما عادية يا اما سمارت والغالبي فيها بيكون عادي لانا شاشات صغيرة لاماكن حجرة اطفال مكتب عيادة لاماكن اللي هي يعني بسيطة فالمهم يعني موديل التورنيدو موديل اتنين وتمانين خمسين اي ده الموديل آآ سعرها حاليا الفين وربعمية جنيه دي عليها ضمان مجاني شامل تلات سنين اتنين اتش دي اما اي اتنين يو اس بي بدقة الاتش دي كل الشاشات اللي انا اتكلمت عنها بدقة الاتش دي حتى الان هنيجي بعد كزا الشاشة بريميوم والبريميوم بدأت تظهر في السوق المصري بصورة كبيرة جدا الشاشة اتنين وتلاتين بوصة آآ الا العادية سعرها الفين وتلتم returned جنيه بعد تلات تلاف جنيه يعني نزلة من تلات تلاف لالفين تلتمية والشاشة الاس مارت منها عاملة الفين وستميت جنيه smart android من شاشات بريميوم الجديدة دي بدقة الاتش دي والس مارت بدقة الفول. والشاشي دي اتنين اتش اي اما اي اتنين بيدقة الاتش دي العادية والفول. دي بدقة الشاشة السمارت. الموديل هوا تي ربعمائة وعشرين. تي ربعمائة وعشرين. بعد كنا عندنا شاشات التوشيبة التسعة وخمسين خمسة وستين طبعا سوري التسعة وخمسين خمسة وتسعين الاندرويد. دي افضل شاشة حاليا في السوق لموديل اتنين وتلاتين بوصة بصراحة. لانها اندرويد تسعة. زاكرة كويسة جدا. ويهي بروتسيسورة عالي لاداء. وفي نفس الوقت اندرويد عالي. الشاشة دي سعرها حاليا تلات تلاف وخمسمية جنيه. كان سعرها في الاول اربعة تلاف جنيه في السوق. من لسه فترة قريبة جدا كان سعرها حواليا اربعة تلاف جنيه. الشاشة دلوقتي التوشيبة تسعة وخمسين خمسة وتسعين اندرويد. دي بدقة تلاتة تلات مدايا. فيها رسيفر داخلي. سعرها تلات تلاف وخمسمية اه وخمسمية جنيه. الشاشة دي بنصح بها دايما اللي عايز شاشة محترمة اتنين وتلاتين بوصة واندرويد في نفس الوقت. بعد كده عندنا شاشة السامسونج. السامسونج عاملنا شاشات تي خمسة تلتمية. والموديل ده طبعا كلنا عارفين موديل محترم جدا من سامسونج. دي سعرها دلوقتي تلات تلاف وسبعمية جنيه. كان سعرها بحوالي اربعة تلاف جنيه فقط. مش اربعة متين زي ما هما كاتبين. لأ كاتوصلت اربعة تلاف جنيه اتنين وتلاتين بوصة سمارت. حاليا سعرها نزل في العروض اصبحت تلات تلاف وسبعمية جنيه. يعني نزلت حوالي تلتمية جنيه. في بعد كده عندنا الالجي شاشة محترمة جدا وشاشة الممتازة بدقة دي هي ال ال ام ستة تلتمية وسبعين وكلنا عارفينها طبعا. موديل محترم جدا. الموديل ده كان وصل لاربعة تلاف ومتين جنيه حقيقي. حاليا لشاشة السمارت الالجي اتنين وتلاتين بوصة سعرها تلات تلاف وسبعمية جنيه. وباشوفها افضل من موديل السامسونج تي اه خمسة تلتمية. الموديل ده افضل من موديل السامسونج تي خمسة تلتمية لا نسا متكلم عنه. الموديل ده اعتبر موديل محترم جدا. اه وفي نفس الوقت سمارت وده يعني منصة ويب او اس عليه يوتيوب عليه كل المحتوى المرئي للمشاهدة. اتنين اتشي دي اما ايو اس بي. اه بدقة ال اتشي دي رسيفر داخلي. اشوفها شاشة محترمة جدا وكمون فيهم كلهم بس ارضي رقمي. نسيت اقول